بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكلب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القد وما أضرعك ما ليلة القد ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابير ترميهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لطرغن الجحيم ثم لطرغنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مفقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْنِ إِنَّا يَغْشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الَّكَرَ وَالْعُوَثَا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغَنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْعُونَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا ذَلَهُ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعَمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْنَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بطواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق قلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل الصرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصر وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ومن قنا وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطرد ألم يجدك يتيما فآوا ووجدك ضلا فغدى ووجدك ضلا ووجدك ضلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحب طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكلون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا طينا سناما سناما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح مندود وظل مندود وماء مسكوب وفاكلة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أمكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحروم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا نمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنهم أيها الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أخرأيتم ما تمنون أأنتم تخرقونه أم نحن القالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو لا تذكرون أخرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أخرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أخرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا هذا ذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواكع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطبرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم ويرمدينين فرجعونا إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصغية جحيم إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أوزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شكرا للمشاهدة